هذا وكان تلفزيون الإيرانية قد أعلن عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أم أمير عبدالهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم المروحية بمحافظة أذريبيجان الشرقية وبعد عثور فرق الإنقاذ على حطام طائرة الرئيس أظهرت أصور أن الطائرة تحطمت على قمة جبل وأنها احتركت بالكامل بدوره أعلن الهلال الأحمر الإيراني العثور على جثمين جميع ركاب الطائرة التسعة حيث كانت تقل أيضا مسؤولين أو مسؤولين إثنين إلى جنب رئيسي وعبدالهيان إضافة إلى خمسة بين مرافقين وطاقم المروحية وأعلنت وكلة الأنباء الإيرانية أن مراسم تششيع جنازة رئيس الراحل ومرافقه ستقام غدا في مدينة تبريزا بعد عمليات بحث مكثفة استمرت لساعات خلال الليلة وفي ظروف جوية صعبة بالغة البرودة والضبابية أعلن رسميا عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما والوفد المرافق لهما في أثناء عودتهم من الحدود الأذرية فرق البحث الإيرانية كافحت خلال الليل عواصف ثلجية وتضاريس وعرة في منطقة ورزقان الجبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية لتتمكن في النهاية من الوصول إلى حطام الطائرة في الساعات الأولى من الصباح بحسب جمعية الهلال الأحمر الإيراني فإنه عند العثور على موقع التحطم كرب حدود أذربيجان لم تكن هناك أي علامة على أن ركاب المروحية على قيد الحياة بعدها أعلن الهلال الأحمر أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث الرئيس ووزير الخارجية وثمانية أشخاص آخرين بين مرافقين وطاقم الطائرة ليتم نقلهم إلى تبريز مركز المحافظة معلنا انتهاء عمليات البحث وعاقب تأكيد خبر الوفاة أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا أعقب اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء أكدت فيه للشعب الإيراني أنها ستواصل العمل من دون أدنى خلل في إدارة البلاد فيما أعلن مجلس صيانة الدستور تولي محمد مخبر دازفولي النائب الأول للرئيس مقاليد حكم البلاد مؤقتا بعد موافقة المرشد علي خامنئي